مرحبا بكم متابعين عبر قناتنا الثانية لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد لطقس الجزائر متابعين كرام خير كبير ان شاء الله قادم يوم الغد السبت الثاني من شهر سبتمبر على المناطق الجزائرية على يث القدوم اضطراب جوي سيكون نشيط نوعا ما اذن متابعين كرام خلال الفترة ما قبل الظهيرة ان شاء الله ستكون امطار غزيرة على ولاية النعمة والمشترية الى غاية البيض ومناطق تلمسان خلال الفترة ما بعد الظهيرة ان شاء الله الامطار ستمتد على كل المناطق الغربية دون استثناء الى غاية المناطق الوسطى وعليه ستكون الامطار حاضرة بقوة على مناطق بومرده سجزة العاصمة تيبازا ولاية تشلف مستغانم وهنا العين تيوشنة تلمسان سعيدة وسيدي بلعب باسم عسكر غيريزان تيسم سيرة لمدية عين الدفلة خمس مليانة بالاضافة الى ولاية البوليدة والبويرة ان شاء الله امطار مرتقبة ايضا على ولاية الجلفة اتيارة السعيدة وسيدي بلعب باس كما قلنا سابقا مناطق النعامة الاغواط وافلو ومناطق البيض هذه المناطق تشهد امطار ايضا غزيرة خلال الفترة ان شاء الله كما قلنا المسائية ايضا بعض الامطار ستميز كيكدا وجيجل وبجايا امطار مرتقبة اقصى جنوب الجزائري تمان راسد برج برج مختار عن قزامتين زواطين وايضا ايليزي وجنوب وليت حاسم السعود او منطقة حاسم السعود هذه المناطق تشهد ايضا امطار معتبرة وغزيرة جدا اذن الرياح ايضا ستكون في الموعد على كل المناطق الجنوبية الشرقية وايضا شمال الصحراء والوحات الى غاية المناطق الغربية الداخلية والسواحل الغربية رياح قوية جدا قد تتجاوز 75 كم في الساعة اذا المتابعين الكرام رياح ايضا ستمتد من ولاية تيندوف الى غاية منطقة تصاور ولاية بشار هي رياح جنوبية ان شاء الله ستؤدي الى بعض الزواب عراملية القوية سنوافقكم بتفاصيل مهم لاحقا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته